في ناس كمان ودي جزئية تالتة مهمة في ناس بتحاول ايه تستغل الوضع الحالي مش شرط بقى يكونوا أبناء الأهلي خلاص احنا فعلت القصة دي لان خلي بلك حتة أبناء الأهلي دي عدد قليل جدا اثنين ثلاثة بتاع مش مشكلة عام لكن انا بتكلم على البعض اللي بيحاول ان هو يخلق حالة من الإحباط عند الجمهور الأهلي عايز ياخد الأهلي كده وجمهوره يدخلهم في دوام دواما دي مليانة بإحباط ومليانة كمان بانعدام الثقة ودي نقطة مهمة قوي انعدام الثقة ما بين الأهلي وإدارتنا دي او ما بين جمهور الأهلي يعني وإدارتنا دي فدي محاولات بتفضل مستمرة خلال الفترة حيتلاقي عدد من الأخبار الغير حقيقية بالمرة البعض بيختلقها عشان يصدر لك الإحباط ده تقول بقى ده الأهلي بيقعوا الدنيا بايزة خالص طب والوضع ايه والحل ايه وكلام من ده وتدخل في حالة من حالات اليأس وحالة من حالات عدم الثقة والهجوم بقى ونخش في سكة مش بتاعة الأهلي خالص خالص فبرضو لازم ناخد بالنا من حاجات زي دي لازم الثقة تفضل موجودة وهي سكة لما هتبقى موجودة مش هتبقى موجودة من فراغ لأن الناس الموجودين دلوقتي وبصراحة مختلف مجالس الإدارات نجحت مع نادي الأهلي بصراحة هي منظومة السيستم اللي واحده بيمشي لكن في بعض الأحيان فيه إدارات بتقدر نهاية تنجح بشكل ملحوظ أكتر بكتير جدا فالإدارة الحالية جابت أرقاب كتير جدا مع النادي جابت بطرات كتير جدا إنجازات كل حاجة مش بقولك إنهم ما بيغلطوش فيش حد ما بيغلطش الناس كلها بتغلط فيش حد فوق الانتقاد فيش حد ما عندوش سلبيات باعترف كابتن محمود الخطيب نفسه في الكلمة اللي قالها من خلال شاشة قناة الأهلي مؤخرا من أسبوع إلى عشر تيام تقريبا واللي قال إحنا أكيد ممكن يكون عندنا تقصير ما ممكن يكون عندنا بعض السلبيات بس إحنا عارفين حنعالج إزاي ده في حد ذاته اعتراف مهم جدا وبداية للإصلاح بخصوص بعض النقاط القديلة اللي ممكن يكون فيها سلبيات مثلا أو ممكن يكون بعض أو الإدارة نفسها تكون شايفاها يعني فلازم السقة تبضل موجودة لأن الناس دي زي ما حقاية إنجازات طبيعي جدا أن هما ممروا بمرحلة صعبة علينا كلنا كمنظومة وبالتالي بإذن الله حيرجعوا أفضل من الأول فما تخليش حد ما تخليش حد يأثر بكلامه عليك خليك أنت مقتنع ودايما راجع التاريخ وشوف الأحداث وإيه اللي بيحصل مع الأهلي لما بيمر بمرحلة صعبة زي دي وإزاي بيقدر يرجع وإزاي بيقدر يبقى أفضل من الأول المؤكد بإذن الله أحد أحد بعون الله الأهلي حيرجع أقوى من الأول بكتير في عزم إحنا وحشين بالمناسبة وإحنا نعترف إن إحنا وحشين نعترف إن إحنا عندنا الكثور فني وكل الكلام من ده بس لو كان فيه شوية عدالة كان ممكن تاخد الدوري بالمناسبة فدي جزئية برضو مهمة لازم نحطها في الاعتبار لكن في كل الأحوال العنصر الأهم والأساسي اللي حيرجع الأهلي للطريق الصحيح وقريب قوي هو جمهور الواعي والفاهم والذكي جدا 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 فدي بعض الأمور المهمة اللي حابنا نتكلم فيها إن شاء الله نتمنى للأهلي كل التوفيق فيما تبقى من مرات في بطوط الدوري بالأهداف اللي محددها الجهاز الفني مع الإدارة وده أمر مؤكد جدا جدا